اشتركوا في القناة لا توجد كهرباء حكومية وإن وجدت توجد كهرباء خاصة بأسعار باهظة لا نقدر على أن نشترك فيها حتى لو الواحد اشترى لوحة بعض الناس اللي يقدر يشتري تنال حرارة الصيف الشديدة هنا من وجوه الأطفال وجلودهم أما الكبار فيترك الصيف آثاره على ملامحهم المرهقة في ظل غياب الكهرباء التي قد يلذون بها لتخفيف درجات الحرارة بسرعة في هذا العام ارتفع درجة الحرارة قوية في مزلية الخوخة وغياب الكهرباء الحكومية نطالب بأعادة التيار الكهربائي الحكومي حيث أن سعر الكهرباء الخاص يعني مصل الكيلو إلى ألف ريال يعني غالي سعر الكهرباء الخاص غالي المواطن لا يستطيع أن يمفي كهرباء الأولاده بدائل الكهرباء الحكومية كمنظومات الطاقة الشمسية باهرة الثمن والمواطنون لا يستطيعون توفير قيمتها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وحالة الفقر التي يعيشونها الكهرباء التجارية هي الأخرى تحولت إلى كابوس وغلاء مادة الثلج ضاعف من جحيم الصيف الذي يعيشه سكان الحديدة وفي ظل هذا الواقع الصعب تتجه الأنظار نحو السلطة المحلية لإيجاد حلول جذرية تعيد تشغيل الكهرباء الحكومية في المديريات التابعة للحكومة ترجمة نانسي قنقر